السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسا جديد اذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد انك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر التنبيهات اللي يصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله نتحدث في هذا الفيديو عن احد الدروس الاساسية في التحدث باللغة الانجليزية وهو كيف تقدم نفسك باللغة الانجليزية ممكن مقابلة عمل ممكن في مكان ما وهكذا تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي استطيع من خلالها التعرف عن كيفية التحدث وتقديم نفسي للاخرين في اللغة الانجليزية طبعا دائما اكيد راح ابدأ بالاسم بالعمر والجنسية او البلد اللي انا منهم ماذا يكون اسمك او ما هو اسمك الاجابة my name is اسمي واكتب الاسم my name is ali او علي اكتب الاسم محمد محمود احمد وهكذا my name is ali how old are you اذا كم عمرك how old are you يعني حاول صيغة السؤال ممكن انا اسأل الشخص والاجابة ايضا احفظهم i am ابدأ بهذه الطريقة i am المكان طبعا حاط تحته خط اللي يتغير i am 18 years old يعني عمري 18 سنة او 18 سنة ممكن اكتب i am 20 years old على حسب عمر الشخص احفظها i am اذكر العمر واكمل years old او ممكن مباشرة i am 18 دائم ممكن اختصر الافضل انه اختصر مثلا my name is ممكن اقول بهذا الشكل my names الافضل اختصر اضع ابوستروف اس my names علي مثلا i am 18 i am 18 years old where are you from او ممكن اضع from بالاول from where are you من اين انت i am from او اختصر i am from مثلا اكتب سيريا انا من سوريا اكتب البلد اللي انا منهم what is your name او ممكن اختصرها what is your name my names علي how old are you i am 18 years old where are you from i am from سيريا اكتبها لحسب البلد اذا اغير البلد اغير العمر ايضا اغير الاسم are you married يعني هلا انت متزوج yes i am نعم متزوج no i am not كلا لست متزوج يعني yes i am نعم اكون no i am not يعني كلا اكون i am single انا عازب او انا اعزب i am single how many brothers and sisters do you have كم عد الاخوة والاخوات لديك i have three brothers and two sisters يعني لدي ثلاث اخوة واختين ممكن بدل ارقام على حسب العيلة how many children do you have كم عدد الاولاد لديك لاحظ نفس السؤال فقط استبدلنا brothers and sisters be children i have three children لدي ثلاث اولاد are you married yes i am no i am not i am single دعنا اختصر i am single how many brothers and sisters do you have i have three brothers and two sisters how many children do you have i have three children اذا ما هي مهنتك او ماذا تشتغل او ماذا تعمل الاسئلة هذه ثلاثتها نفس المعنى what do you do ماذا تعمل ماذا تفعل what do you do what do you do what's your job ما هي او ما هو عملك يعني what is your job ما هو عملك what do you do for a living for a living اذا ماذا تعمل للعيش يعني في حياتك جميعها الاجابة i am يعني i am اكتب a مثلا driver i am i am a doctor i am a teacher i am a worker وهكذا على حسب المهنة اللي اشتغل فيها i am a farmer وهكذا من المهن what do you do what's your job what do you do for a living i am a واذكر المهنة اللي اشتغل بيها where do you live اين تعيش i live in the village اعيش في القرية ممكن اكتب ممكن اكتب in the city في المدينة او المكان اللي انا اعيش فيه او اسم المدينة اللي اعيش فيها او المكان اللي اعيش فيه with whom do you live مع من تعيش او ممكن with اضحب نهاية السؤال whom do you live with مع من تعيش i live with my family i live with my family اعيش مع عائلتي where do you live i live in the village with whom do you live home do you live with i live with my family what's your hobby ما هي هويتك my hobby is walking هوايتي هي المشي what's your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة my favorite sport is football how do you spend your free time كيف تقضي وقتك وقتك او وقت فراغك i like to read i like to read i like to read news papers احفظوا i'm ali كما قلنا ممكن ممكن نغير الاسماء البلدان الهوايات وهكذا i'm ali i'm from syria i live with my family in the village i'm 18 years old i'm a driver i have three children my favorite sport is walking my hobby is reading news papers i'm ali i'm from syria i'm from syria i live with my family اعيش مع عائلتي in the village في القرية i'm 18 years old اذا عمري 18 سنة i'm a driver انا سائق i have three children لدي ثلاث اولاد my favorite sport is walking رياضتي المفضلة هي المشي my hobby is reading news papers هوايتي هي قراءة صحف i'm ali i'm from syria i live with my family in the village i'm 18 years old i'm a driver i have three children my favorite sport is walking my hobby is reading news papers اذا بهذا الشكل تكلمنا كيف اقدم نفسي او اتحدث عن نفسي في اللغة الانجليزية سؤال وجواب بالاخير وضعناهم داخل فقرة دائما احاول يعني احفظ هذا التنسيق او هذا الترتيب بحيث استطيع ان اتدرب على التحدث باللغة الانجليزية بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته